موسيقى تذكر وضع الماء بقربكم لأننا سنحتاج إليه لنبدأ وسنباشر بأيات قدم سنبدأ ببطء والأمر النافع بخصوص الذراعين هو أنكم لو خطوتم فيما لا تحملون شيئا ستتحرك الذراعان كما يجب وتتأرجحاني عكسيا باستمرار أي فيما تعمل هذه الركبة ستتحرك هذه اليد نحو الأمام سنبدأ ببطء من أجل التحمية بوسعنا أن نزيد السرعة فيما بعد إذا ندوسوا مكانكم تذكروا ابقاء ركبتين نحو الخارج من الأمور الأخرى المهمة يتبين أنها أكثر أهمية لزيادة قدرة التحمل وتحسين صحة القلب ما يسمى تمارين الفترات الفاصلة وذلك ينطبق على تمارين تيتاب إن كنتم شاهدتموها لعلكم لحظتم أن بعضها الشاق تليها حركات تبريد ثم حركات شاقة وحركات تبريد هكذا تكون تمارين الفترات الفاصلة وهي تعزز قدرة التحمل وتحسن صحة القلب هذا ما سنفعله هنا لنزيد السرعة قليلا إذا انتهينا من التحمية لنزيد السرعة تذكروا عندما تدوسون على الأرض قويموا الركبة قويموا الركبة قويموا الركبة جيد نبدأ بالزيادة السرعة تذكروا عليكم تقويم الركبة عندما تدوسون على الأرض لنزيد سرعة القلب وما سيساهم في زيادة سرعة القلب هو تحريك اليدين واليدان تحتويان على عقاد لمفاوية لذا عليكم أن تطبقهما وتفتحهما أطبقهما وافتحهما والآن لنؤدي خطوات جانبية جانبيا جانبيا أبقوا ركبتين مسنيتين نحو الخارج لا تقوموا ركبتين لألا تؤذوهما بوسعكم أن تتميلوا نحو الخارج يمكنكم تأدية خطوات صغيرة أو خطوات أكبر والآن مددوا فعليا قد يساعدكم ذلك في تبريد عضلاتكم بوسعكم أرجحة الذراعين أطلقوا العنان لجسمكم لأن ذلك سيرخي أعصابكم أخت ما كانكم مجددا لنؤدي مزيدا من حركة الزراعين نحو الخارج ثم الخلف الخارج ثم الخلف أمام الوجه ونحو الأسفل نزولاً وصعوداً والآن أخطوا استمروا بالدوس أخطوا وزيدوا سرعة القلب زيدوا السرعة قليلاً وارفعوا الركبتين أكثر أكثر نزولاً صعوداً ونزولاً والآن نريد زيادة سرعة القلب نحو الأعلى ثم الأسفل نحو الأعلى والأسفل نحو الأعلى والأسفل نحو الأعلى والأسفل نحو الخارج ثم الخلف نحو الخارج والخلف نحو الخارج والخلف نحو الخارج والخلف الآن نزولاً وصعوداً نزولاً وصعوداً نزولاً وصعوداً نزولا وصعودا الآن أخته استمروا بالدوس ولنؤدي بعض الخطوات الجانبية إذن جانبيا وجانبيا خطوات صغيرة استعملوها لكي تبطئوا سرعة القلب جانبيا وجانبيا استمروا بالدوس جانبيا جانبيا أخته نحو الأمام أخته هكذا افتحوا وأطبقوا افتحوا وأطبقوا افتحوا وأطبقوا افتحوا وأطبقوا والآن نريد تبريد عضلاتنا قليلا لذا جانبيا خطوات جانبية صغيرة أبقوا ركبتين مسنيتين جانبيا لا تواجههما نحو الداخل جانبيا استمروا بالدوس والآن خطوات أعرض أبطئوا سرعتكم وأرجحوا الذراعين خطوات أعرض وأبطأ لتبردوا عضلاتكم وتجعلوا سرعة القلب تتباطئ مجددا أبقوا أبقوا ركبتين مسنيتين جانبيا وأعني بكلامي أن عليكم تقويمهما طبعا عندما تدوسون لكن يجب أن تكون ركبتين نحو الخارج وليس بالداخل إذن دوسوا جانبيا استمروا بالدوس وذلك سيخولكم تحريك وركيكم أكثر ودعوا الذراعين تتأرجحان أرخوا الكتفين لكن ابقوا الكتفين في الخلف طبعا لا تقوسوا ظهركم دوسوا دوسوا ودوسوا استمروا بالدوس جانبيا وجانبيا استمروا بالدوس دوسوا نحو الأمام وسنؤدي مزيدا من التمارين تمارين الذراعين إذن ارفعوا وشدوا ارفعوا وشدوا ارفعوا وشدوا ارفعوا وشدوا والآن نحو الخارج ثم الداخل الخارج الداخل نحو الخارج ثم الداخل نحو الخارج والداخل والآن حركات الفراشة تذكروا أنها تحرك السعيدين والظهر فعليا نزولا وصعودا نزولا وصعودا نزولا وصعودا نزولا وصعودا والآن نحو الأسفل نزولا وصعودا نزولا وصعودا نزولا وصعودا دوسوا ونحو الأعلى دوسوا ونحو الأعلى والآن فوق الرأس وصعودا الرأس هذه الحركة تنشط القلب فعليا وكلما رفعتم الذراعين فوق الرأس سوف تنشطون قلبكم فعليا ارفعوا وشدوا ابقوا الأصابع متقاربة ارفعوا شدوا استمروا بالشد ارفعوا وشدوا ارفعوا وشدوا والآن دوسوا استمروا بالدوس دوسوا دوسوا واستمروا بالدوس والآن لنهدأ قليلا قبل أن نزيد سرعة القلب مجددا دوسوا دوسوا استمروا بالدوس جانبيا هذه الحركة ستساهم في تبريد عضلاتنا قليلا ابطئوا سرعتكم فحسب ابطئوا سرعتكم ابطئوا سرعتكم حسنا دوموا الكتفين وشهيق ثم زفير لا تنسوا التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني في أسفل الشاشة وتذكروا مهما فعلتم عليكم أن تتحركوا سواء كنتم ترتقون السلالم أو تمشون من سيارتكم إلى مكتبكم أو في المنزل يجدر بكم أن تتحركوا ولا تنسوا مدى أهمية الماء للجسم بكامله وخصوصا خلال ممارسة الرياضة لأنها تستنفذ الماء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر